تعالوا نشوف ازاي ونشوف ممكن نستخدم قد ايه كلماري ان احنا برضو التكلفة عندنا متبقاش عالية او ممكن نعمله ازاي مع بعض تعالوا نشوف المقادير ونشتغل فيه مع بعض محتاج عندي نص كيلو كلماري عندي كوبايتين من الفريق وعندي كمان سمرت بصل زغيرة مفرومة وطوم مفروم وخضرة مشكلة شبت بقدونس كسبرة خضرة عندي كمان اتنين سمرت تماطم مكعبات زغيرة وعندي كوباية عصير تماطم اتنين معلقة كبيرة من الخل معلقة زغيرة صلصة وفلفل حامي ورومي هقول المقدار مرة كمان عندي نص كيلو كلماري عندي كوبايتين فريق سمرت بصل زغيرة مفرومة طوم مفروم خضرة مشكلة عندي كمان سمرتين تماطم متقطعة مكعبات زغيرة وعندي كوباية عصير تماطم اتنين معلقة كبيرة خل معلقة زغيرة صلصة فلفل حامي ورومي تعالوا اول حاجة كده الفريق عندي هكون نقعته حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده وصفيته بالشكل اللي انتو شايفينه ده اهو وما لسه مصفيه كنت نقعي حوالي ربع ساعة وصفيته في المصفة هم عاي تمام وعندي الكليماري قطعته زغير زي ما انتو شايفين اهو الفريق والكليماري قطعته زغير زي ما انتو شايفين كده مكعبات تقدروا بقى تحكمه وتبقى اكبر شوية تبقى اصغر شوية المهم انا مقطعاه زي ما انتو شايفين كده نقدر نستخدم ربع كيلو نصف كيلو على حسب احنا حابين ايه يعني الكمية بتاعة الكليماري براحتنا خالص تمام اهو هسخن طاصة اول كده ايه هبدأ اشتغل هولع كمان دي هسخن طاصة او حلة سوري واحط فيها شوية الزيت بتوعي سمك بيبقى الاغلبية اللي احنا بنشتغل بزيت تمام هحط البصلايا المفرومة بتاعتي هجيب كده سباتلة هحط بصلايا مفرومة بالشكل ده كده اهو هحط معاهم فصل التوم المهروسين اهو بالشكل ده مصو اشوح كده كله مع بعض وهنزل عليهم بالكلماري على البصل قبل ما احط اي حاجة على البصل والتوم يبقى شوية زيت وبصل والتوم وهنزل بالكلماري مقطعه زي ما انتم شايفين كده مكعبات بالحجم ده حابين اكبر حابين اصغر برضو مفيش مشكلة خالص هقلب كله مع بعض مع البصل والتوم بالشكل ده كده تشويحة بس اضيع اه اي زفارة فيه عشان ما بحبش احط عليه سمك او عليه رز سوري او فريك او اي حاجة والااا الكلماري او الجنباري عندنا يبقى نايز زي ما عملنا في الملخية لازم نشوح شوية عشان ما يبقاش عندي فيه ريحة زفارة اه اكتر من لازم لا منار صباح الفل منار منار ازايك منار اي واعرف ازايك يا حبيبتي عاملة ايه عاكم عايزة الحمد لله وانت عاملت صدال يا حبيبتي كله زي الفل صدال يا انا معاك يا حبيبتي اسمحتنا عاملت لعنطيك في بجيء حاضر يا حبيبتي عايزة حاجة تاني لا افتلكم عاملت ميش يا منار مرسي يا حبيبتي بصوا حطيت التماطم المتقطعة مكعبات وحط قرن الفلف الحمي قرن الفلف الحمي طبعا عادي ممكن نشيله مفيش مشكلة خالص بصوا انا دلوقتي بشتغل اه فحاجة ممكن اعملها طاجن برا الفريق خالص لو انا مش هضيف عليها فريق انا دلوقتي دي طريقة كمان التاجن نفس الخطوات دي بس في الاخر هحط عليه الفريق يعني انا لو عايز اعمل طاجن هعمله بنفس الطريقة دي تمام هشوح كده كله مع بعد حطيت القرن الفلفل الحمي وهحط الفلفل الرومي احط الشوية دول كمان اهو بالشكل ده الفلفل بيت دي طعم حلو قوي اه معاهم اهو بالشكل ده كده اهو ونشوح كله لسه محطتش توابل لسه محطتش اي حاجة تمام هحط شوية الملح وهملح بقى كويس عشان ده التمليحة بتاعة الفريق هضيف عليهم الفريق وهحط شوية فلفل اسود وناخد استاذ احمد معنا خدر كنت عايزة كنت عايزة عن القرس الطرية طبعين ازاي؟ حاضر مقونات يعني وبرضو لو اتمحت كنت حضرتك قولت قبل كده اللبن ازاي بتحول لجبنة وزبدة وقشطة عانين يا استاذ احمد حاضر مرسيل تليفون حضرتك حاضر حاضر ممكن نحضر القرس طرية وانا هقول اللبن ازاي نحاوله القشطة وجبنة قريش والكلام ده كله بصوا يبقى حطيت الزيت البصلة التوم الكلماني بتاعي الفلفل الحامي والرومي والتماطم المكعبات ملح وفلفل وشوية كمون مش هكتر توابل عن كده هبدأ احط كباية عصير التوماطم معلقة السلسة بالشكل ده كده وهقلب بصوا انا مش عايزة ازود الكلماني يبقى على النار اكتر من كده خلاص ما يشدش معايا ويبقى مش حلو خلاص وهحط شوية الخضرة خضرة المشكلة بتاعتي بقدون الشبت كوزبرة كل ده على الكلماني بالشكل ده في المرحلة دي هزود له شوية مية وهسيبه يغلي غلوتين تمام وهيبقى ممكن تاجن معايا ممكن ادخله كمان الفورن شوية خلاص لو انا عايزة تاجن كلماني اللي هو اللي بالسلسة او طاجم السبيت الاسكندراني اللي بيبقى بالسلسة هنعمله بالطريقة دي خلاص طب انا دلوقتي هحط عليه الفريق وهكمل انقف الفل ناخد هدى صباح الفل يا هدى صباح الفل يا تيسة الحمدلله يحبتي كله زي الفل الله يخليك تسلامي يا رب تسلامي لي ممكن اصل على الكيكة اه طبعا عايزة ايه بالفانيليا اه طعمها حلوة وكل حاجة بس مخرمة من جوه الايه الكيكة بتطلع ايه مخرمة اه من جوه يعني ايه مخرمة معلش وضحيلي اكتر يعني فيها خروم من جوه كده طيب هقولك على مقدار كيك حلو قوي ده انا مثبتايا عندي لو بعمل كيك فانيليا او شوكولاتة اه او كيكة البرتقان بنفس المقدير هقولك على الطريقة واحنا كنا عاملين كمان كيك جوز هند برضو لو حابة نزله لك بصوا عطيت الفريق عليه بالشكل ده كده تمام؟ وهبدأ احط المية افلفله عادي خالص زي ما بعمل ما بفلفل عادي اي فريق اهو هغطيه بالمية بالشكل ده كده وفي الحالة دي بقى هزبط ملحه بس انا خلاص حطيت ملح كفاية من الاول هشوف لو محتاجة ملح او حاجة هزوده في المرحلة دي خلاص هغطي بقى عليه وهسيبه يستوي ده كده الفريق بالكلماني اشتركوا في القناة